اسم الدرس على منصة التتويج تقييم مكتسبات التلاميذ خلال السداس الأول النص كنت شديدة أتعلق باللعب ألعب بالكرة أو الدراجة في الهواء الطلق أو في البيت بمفردي أو صحبة أصدقائي لاحظ جدي هذا الشغف الكبير فنصحني بالاشتراك في نادي رياضي يرعاه مختصون لأتقن لعبة تنمي جسمي وتروح عني فانضممت إلى فريق في السباحة يعتني بالناشئين وشاركت المتمرسين حصص التمارين لكن إحساسي بالإرهاق إثر كل حصة تدريب جلب للفتور فانقطعت عن هذه الرياضة وتحولت إلى نادي الجيدو فلم يكن نصيبي منه أفضل من نصيبي فيما سبق إحساسي بالخجل والهزيمة كلما أوقعني خصمي على الأرض قلل من حماسي وذات يوم التقيت غادة ابنة عمي متجهة إلى الملعب لإجراء تدريبات في الكرة الطائرة فتبادلنا التحية وهممت بالانصراف لكنها دعتني إلى مرافقتها وألحت في الطلب فوافقت وهناك لم أكتفي بالتفرج بل مكنني مدرب الشبان بإشارة من مدرب الفتيات من زي رياضي وحذاء فشاركتهم التمارين ثم المقابلة التطبيقية فأعجب الحاضرون بما تميزت به من سرعة في القيام بالهجومات المعاكسة وبدقة في التصويبات سواء كان ذلك من مسافات قريبة أو بعيدة ومنذ ذلك اليوم انخرطت في الجمعية بمنصم في الشبان وتمكنت في ظرف وجيز من أن أصبح قائد الفريق ومحركه الأساسي وتتالت التتويجات فكنت كلما صعدت المنصة تذكرت جدي وهو يحثني على تعاطي رياضة مفيدة تروح عن النفس وتضمن سلامة الجسم المعاني أولا أكتب صواب أو خطأ نجحت البنت في رياضة الجيدو مارست الراوية رياضة السباحة نال فريق قرة السلة عدة تتويجات مارست الراوية رياضة السباحة صواب نال فريق قرة السلة عدة تتويجات صواب ثانيا أربط الجمل بالمكان المناسب حسب النص ألعب بالكرة أو الدراجة فانضمنت إلى فريق في السباحة انقرطت في جمعية كرة السلة الملعب الهواء الطلق المسبح الجواب الجواب كرة السلة السباحة الملعب ثالثا ماهي القارينة الدالة على أن البنت تحب الرياضة القارينة الشخصية التي شجعت البنت على الانضمام لجمعية أو نادي للرياضة القارينة تألق البنت في لعبة الكرة الطائرة الجواب الجواب كنت شديدة التعلق باللعب ألعب بالكرة أو الدراجة في الهواء الطلق أو في البيت بمفردي أو صحبة أصدقائي لاحظ جدي هذا الشغف الكبير فنصحني بالاشتراك في ناد رياضي وتمكنت في ظرف وجيز من أن أصبح قائد الفريق ومحركه الأساسي رابعاً أبحث في النص عن مفردات تفيد نفس معنى الكلمات المسطرة فيما يلي وكنت شديدة الشغف باللعب نصحني جدي بالانخراط في ناد رياضي الجواب وكنت شديدة التعلق باللعب نصحني جدي بالاشتراك في ناد رياضي خامساً في النص شخصيتان كانت سبباً في نجاح البنت من هما؟ ما هي العوامل الأقرى التي ساعدتها على الفوز؟ الجواب الشخصيتان هما؟ الجد وصديقتها العوامل الأخرى التي ساعدتها على الفوز المثابرة والتمرينات المستمرة خفت حركتها وسرعة الهجوم والدقة في التصويب سادساً شجع الجد حفيدته على الانخراط في جمعية أو ناد رياضي لسق الموهبتها ما رأيك في هذا التصرف؟ وأنت؟ هل اكتشفت موهبتك؟ ماذا؟ الجواب الجواب أستحسن موقف الجد وأثمنه لأن البنت لا تعرف كيف تستفيد من هذه الموهبة فلو تركت دون عناية قد تستغل نشاطها في ألعاب غير مفيدة بينما الاهتمام والعناية بالموهبين تساعدهم على تنمية مهاراتهم في أنشطة تفيدهم وتنفع الآخرين كنوادي الموسيقى والمسرح والمطالعة أو نوادي الرياضة كذلك النوادي المدرسية كنادي الرحلات والصحة والصحافة والإذاعة أو جمعيات خيرية لمساعدة المحتاجين ترجمة نانسي قنقر